اشتركوا في القناة في العديد من الفعاليات للمزيد من التفاصيل ينضم معي من عفيف مراسل الاخبارية خالد الربعي خالد مساء الخير وسعيد بوجودك معي في حلقة اليوم يعطيك ألف آفية خالد ماذا قدم الرسم للفنانة فايزة بعد التقاعد ماذا أضاف لها لشخصيتها الله يمسك بالنور فيصل الحقيقة نعرف أنه دائما الفنانين والرسامين والمهتمين يعني غالبا يكونوا من فئة الشباب لكن لما نعرف أنه أحد متقاعد يمتلك عدة مواهب تصميم رسم طبعا الرسم بجميع مجالاته وأنواعه أيضا طبخة أيضا أشغال ومشغولات يدوية هذه الحقيقة جانب إيجابي رائع لكل شخص يمتلك هذه الموهبة غالبا المتقاعد قد يعاني نفسيا الحقيقة بعد تقاعده بسبب وقت الفراغ الذي يعانيه لكن ما شاء الله الأستاذ فايزة الشهري المعلم فايزة الهاجري عفوا طبعا المعلمة القديرة الله يعطيكم العافية ثلاثين سنة في ميادين التعليم وتخريج الأجيال الآن لك أربع سنوات الأربع سنوات هذه أكيد يعني ما كانت ما كان في وقت فراغ يعني متعب بالنسبة لك كيف قضيتي؟ الحمد لله شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا سهلا بقناة الأخبارية طبعا هنا يعني فرحت أنا بالتقاعد عشان أنا مموهبتي أوسع من قدراتي أشبع طاقاتي هذه شي اسم الفنية من رأسهم تدبير تدوير أشغال خياط أي شي يعني يعني حس فيه متعة قاعد يشتغل فيه يعني ما قاعد ولا يوم فراغ أكيد بالثلاثين سنة هذه حاولت تغرسين هذا المبدع عند طالباتك وتلميذاتك أكيد أكيد يعني حتى لدرجة أحيان نعطيهم خارج المنهج التطريزات فيها طعم الفنية أي شي وحتى الآن ما شاء الله طالباتي ويذكروني بالخير معنى ما شاء الله ينتخرجوا كبارة ما شاء الله لك مشاركات خارج منطقة أو محافظة عثيل لا مشاركاتها المعارض جون مدارس بس بداية ما شاء الله على طول الفوز فيهم أي معارض سوية على طول الفوز فيهم هل لك شاركت بأخيرا مش المعارضين شاركت في فيه؟ شاركت أول مرة شاركت أول مرة طلع لحاتي وطلع مواهبي بعبق الماضي بالرياضة إن شاء الله الله يعلم سبيك وسلمك الله يكمل عاتل لك تملك التوفيق إن شاء الله لك والموهبك إن شاء الله وتعلمين بعد حتى أولادك أشوف فيصل ما شاء الله متحمس ما شاء الله الله خليك سلمك الله أجزاك خير عافيك إن شاء الله شكرا للقناة الخبارية أهلا وسهلا طبعا فيصل سادة فايزة الهاجري هي طبعا ما شاء الله تعتبر بالنسبة لهواة الفن والرسم والتدبير المنزلي بالنسبة لفتيات عافيك هي المدرسة وهي الأم بالنسبة لهم حتى يعني أبناء وبنات الأستاذة فايزة الهاجري يعني اهتموا بهذا المجال بسبب شغف هذه الأم الرائعة الحقيقة والمربية الله يطيع العافية ويمدها بالصحة والعافية نعم شكرا جزيلا لك زميلي خالد الربعي وشكرا أيضا للفنان اشتركوا في القناة